ان بعد المواقع الاخوانية والسلفية والاشكال دي بتدعي ان انا شتمت الصحابة صحابة مين هو ابي سفيان كان صحابي هو معاوية ابن ابي سفيان كان من الصحابة الدولة الاموية دي كانت من الصحابة ده الدولة الاموية دي هي دولة المصيبة القبرى للاسلام وبقولها تاني اسوأ دولة جاءت في الاسلام كانت الدولة الاموية وكل المشاكل اللي احنا عايشين فيها لها علاقة بالدين ولا علاقة بالمنهجية الدينية وضعت اسسها وجعلت منها بنيانا خاطئا هي الدولة الاموية وحكامها بالكامل من اول معاوية ابن ابي سفيان وحتى اخر واحد فيه ان دول كانوا بيتجروا بالدين كانت دولة سياسية جعلت من الدين الاسلامي تجارة تتاجروا به لخدمة ملكها هو دا الواقع ويقول لك دا توفقها كشا بياجي من الصحابة صحابة مين يا لها يا لها انت فاكر انا ما خاف من الحاجات دي كنت خفت من اللي قبلاها صحابة هي خلفاء الدولة الاموية بقى الصحابة وحنا ما نعرفش ها مروان الوليد ابن عبد الملك من الصحابة وحنا ما نعرفش يا اسيادنا علماء الاديان التلات علماء اليهودية وعلماء المسيحية وعلماء الاسلام التلات حملوا الاديان بما ليس فيها الحاجات الغريبة جدا مثل هنا بضحك عليها يعني موقع اسمه اخبار مصر نقلا عن العربية نيوز بيقول لك وفي نفس السياق استنكر الشيخ ناصر رضوان الداعية السلفية ومؤسس اتلاف احفاد الصحابة واهل البيت سب توفيع وكاشا على قناة الفراعين لسيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ارضاه معاوية بن ابي سفيان بقى سيدنا وبقى رضي الله عنه ارضاه وانه بذلك يفتح المجال للشيعة في مصر يا السلام النبي اخوي هو مين ده يصل واضاف رضوان في تصريحات خاصة للعربية نيوز ان ظهور سب الصحابة على شاشات التلفزيون يعد نكسة بمعنى الكلمة موضحا ان نسب بعض المشاهير للصحابة يعد جريمة صحابة مين صحابة سيدنا النبي عليه افضل الصلاة واسكا السلام هو معاوية كان من الصحابة طيب لما معاوية كان من الصحابة استعدى سيدنا علي بن ابي طالب ليه انا عايز اسأل سؤال الم يكن سيدنا علي بن ابي طالب هو الاحق باستمراره في الخلافة ما خرج عليه معاوية ابن ابي السوفيان خرج على ابن عم النبي وزوج ابنته خرج على من كرم الله وجهه خرج على زوج سيدة اهل الجنة فاطمة الزهراء كل ده مش عجبهم سيدنا علي بن ابي طالب وده ايه دخل معاوية ابن ابي السوفيان من ال البيه سحيان اقول مرة اعرف ان معاوية ابن ابي السوفيان من ال البيه حسبي الله ونعم الوكيل في معاوية ابن ابي السوفيان حسبي الله ونعم الوكيل في معاوية ابن ابي السوفيان حسبي الله ونعم الوكيل في معاوية ابن ابي السوفيان يلا يا عم عشان ترتاح احنا نقص سكتين عن الكزب والخداع والنفاق في ايه ابي موسى الاشعاري بتاع التحكيم من اينا داهية ومن اينا نصيبة مؤسس فتنة الاسلام مين اللي عمل فتنة في الاسلام يا ولا مش معاوية لما رح تصارع مع سيدنا علي هو كان معاوية ده ايه هيجيله شلل لما ينتظر لما سيدنا علي ابن ابي طالب تنتاج خلافته انا مش عارف وبعدين التنكيل وحرب الحسن والحسين نحارب الحسن والحسين ويصل الامر بزبحين الدبح وتفصل الرأس عن الجسد مين دي اولا هؤلاء من نسل النبي النبي علي افضل الصلاة واسكت السلام ما كانش عنده ولاد كان عنده بناء بنت فاطمة الزهراء الدبح زبح ابنها من الليزي تأمر عليهم من الليزي ده ادخل هذه الفتنة وهذا الاندساس من الليزي ادخل في الاسلام مذهبين السنة والشيعة الاند وقسم الاند